اشتركوا في القناة السؤال الأول أرحق الناس السؤال الثاني أرحقني أنا إجابة السؤال الأول اللي هو شون تقارن حوز السير كورونا الأمر مختلف تماما وطبعا مع شتيمة لازم يكون فيها شتيمة لأن اللي قدامك ما في حجة فيه شتيمة فالإجابة التالية الآن ما هي مصادر الأخبار لموضوع كورونا حاليا مصادر الأخبار منظمة صحة عالمية تقول يسحب منها الموقع الفلاني الموقع الفلاني راحك طبيب استضافة وجهة نظر الكاتب فلاني أرقامنا تقول طفل عند قناة اليوتيوب نشر على واتساب واتساب العجايز والمتقاعدين راحوا وانشروا فهذه معلوماتهم يعني هذه دائرة المعلومات بعدين شاهد الموت في إيطاليا اللي هم فوق سبعين سنة ويمكن ما ماتوا من كورونا بس شاهد الأرقام وصلت إلى ستة بالمية واحد ثاني يجيك يعني دقيق يعني نفس المصادر مضروبة لا وصلت ثمانية بالمية أقول لك أوكي لم تتأخذ التدابير أوكي ماشي ماشي يعني إذا اتخذت التدابير توصل من اثنين إلى أربعة بالمية ولا في رقم ثاني قاعد يقولون هذه نفس المصادر يعني اثنين إلى أربعة بالمية بموتون عشان وإذا اتخذنا التدابير راح نوفر اثنين بالمية زيادة من المصابين حتى مو من كل الناس أوكي يعني وين المشكلة يعني إذا حطيتهم بالبيت هم كانوا يموتون من السير صاروا بالبيت قاموا موتون بالبيت يعني باش لي يعني أضف إلى ذلك إن ما دري شلون الحنية جتحق بعض الدول لس عشان ما أحاسب قانون الحنية على الشعب يعني إحنا حنحنحنحنحنحنحافظ على الشعب يا حرام الحنية الشعوب المقموعة المحكوم بالنار والحدد يا حرامي بحافظون على ثنين بالمية نحن بعد ما تخلصوا له الليلة هذي طبعا رح يكون عنده معذارهم الطرف الثاني لم تبني الفكرة بعد ما تخلصوا له الليلة هذي الأصوات القبيحة والنشازة اللي وصلتني آه ده وجواءح ما دري شينه بعدين بعدين رح يشوف شي ثاني يتناسون لا يشيل حسابك علشان ما يرجع علشان ما يحس بتأنيب الضمير يتناسى يتناسى الواقع اليوم يتناسى ليش علشان ما يحس بالألم ما يحس انه كان مغفل سابقاً الآن نجي حق موضوع ثاني اللي هو موضوع منتج غالي الآن منتج هذا منتج سمى مثلاً ميم أوكي ولا ميم ما رح يكون كشخة لازم يكون اسمه أم إذا أم كشخة ميم لا ميم هيلك هذا المنتج اللي حوالينا هالة الفخامة اللي نفس مواصفاته ونفسه بالسوق اسمه مثلاً أو لا ما رح يكون اسم أو رح يكون اسمه واو لأننا واو حق الهلاقة واو رح يكون اسمه واو تمام فهذا المنتج اسمه واو نفس هذا يساوي بالهارد وير يساوي بالقوة ويساوي بكل شي بس ما حوالي هالة أنا فلوس الآن ما في مشكلة يعني إذا انت بتقول أنا عندي فلوس ترى أنا ما عندي مشكلة وياك أنت تشري المنتج حين تقول لحق الناس أنا عندي فلوس. والله ما عندي أي مشاكل إليه. وين المشكلة؟ المشكلة أن هذا المنتج ينبع أقصاد. طيب هل المشكلة بالإشتراع أقصاد هو بالنهاية بهاية يعني اشدرعك أنا شارع أقصاد؟ نوالله حتى هذا الشارع أقصاد أنا ما عندي مشكلوية. أنا عندي مشكلة مع صاحب المنتج لما يقول المنتج هذا الغالي الفخم متوفر أقصاد هذه المشكلة. الحين مو انتفخ مغالي وغني وبريميو ومحد يشتريك هذي الهالة مالتك إنا محد يشتريك إلا الأغنياء شنون تقول حق الناس أنه متوفر أقصاد يعني الناس مو قادرة تشتريك المفروض الغني يدق كاشم مباشرة يعني لازم لازم نحافظ على 2% من الناس إلى 4% من الناس علشان يمكن يكون منهم فاصلة صفر 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 واحد غني يشتري هذا المنتج آخر شيء أخدم فيه التالي هو طبعا من باب الفني يعني إذا أنت نفسية توكع الله ما عندي مشكلة فهذا واحد يبيرد عليك يبيرد على الفكرة مالتك أوكي أنت عندك فكرة هذا رأسك أكبر أوكي فهذا يبيرد على الفكرة فمثلا يقدر يقول لك مثلا أنا أرفض الفكرة أو أنا عندي وجهة نظر واحد منه ثلاث أو شنو يقدر يقول أنت حيث أن والفكرة حيث أن ولكن وأنتم وهذا ويقولون مدري منه والإحصائيات تقولوا مدري شنو شتيمة والسلام عليكم ورحمة الله السلام بالشكل هذا ورحمة الله وبركاته هم كموا هد خمسة أولا كنت أني كثرت حسنا حسنا هناك مكانين يجب أن نعلق عليهم بعد أن نسيته من أعصف هذه الصورة لا يجعلت بعض الناس البي سي فعلا أقوى جرافكس فيهم والأقوى هارد ويرا والأقوى تخصيص هذا الماوس هذا الماوس بنصف قيمة بلاي ستشن يعني في عالم البي سي هو المكان الفعلي للجيمرز الذي يريد أن يلعب ويستمتع ويريد أن يشتري آخر الهارد ويرا فعلا البي سي هو المكان الصحيح للجيمز بعدها البلاي ستشن بسبب مجتمع بلاي ستشن بعدها إكس بوكس الارتباطة بوندوز بعدها السويتش هذا يتحصيل حاصل وفي موضوع البلاي ستشن بأن البلاي ستشن قدمت ذاكرة سريعة هذه الذاكرة أسرع على البي سي ترى يعني إذا قدم في سي 4.0 على البي سي بالتأكيد أن أسرع من ذاكرة بلاي ستشن جديدة بالإضافة إلى أن في صوت يقول يجب على معدي الألعاب إعادة وترتيب أوراق ألعابهم لدعم هذه الأنواع من الذاكرة للريد والريت يعني لما تشوف واحد جيمر صجي رح يقول لك ساتا 3 SSD قاعد يعطي أداء أعلى من PCIe 3.0 لأن الألعاب ممجهزة وآخر أمر له هو موضوع السعر ماشي البلاي ستشن والإكس بوكس أقل سعرا من PC لأن PC هذا مصمم وغالق هذا الكلام اللي هنا تقدمت أنه أقل سعرا هل لغى الحقيقة أن البي سي الأعلى غرافيكس والأعلى ثبات والأعلى قوة لا يقدر يلغي الحقيقة هذه إذا كان هذا البلاي ستيشن فايت رح يقدم ذاكرة PCIe 4.0 فهي موجودة فورا الآن على البي سي إذا كان أكس بوكس يقدم الدعم والربط والـ HDMI البي سيقدم أعلى من هذه الأرقام أي شيء موجود على هذه المنصات يوفر البي سي بأداء أعلى وقوة أعلى وعندي سؤال ما تعليقك على موضوع البي سي والماك وكذا يعني ما في أكثر منها التعليق هذا الرجال صمم لك بي سي وقال لك هذا البي سي خلص العمليات بثلاثة ثلاثين ثانية والماك خلص العمليات بثنع عش دقيقة دقيقة مو ثانية أكثر من هذا التعليق ما عندي أنا رجال تجاب لكيها من الأخير هذا الواقع البي سي أقوى من الماك وهذا الرجال يصمم بي سي قبل لا ماك تفكر تسوي بي سي أصلا هذا الواقع اللي قاعد يرفضه أنا مطبلين ومصفقين هذا الواقع سعدنا أقول لكم أن ننتقل لحق الهوصل الجديد أخيرا وحاليا قاعد أجهز لتحديث مجموعة مواضيع منها USB 4.0 PCIe 4.0 منها Ubuntu وحصة السوقية الجديدة والسوق الواعد في قطاع الشركات منها التحول ل Chrome OS لعلى الأجهزة القديمة ومنها تحديث بعض المواضيع اللي هي تراكمية فأراكم على خير إن شاء الله سابقا كنت أستخدم إي بي لشراء ويندوز 10 برو هذه النسخة أو أوفيس المخصص للشركات اللي هو أوفيس 2019 ولكن إي بي ما يصدق معي لازم يكون في علة لقيت الموقع هذا مع الشكر لأبو غازي premiumcdkeys.com يقدم هذه المنتجات وسعر المنخفض وفعلا جربت يعني مثلا لما تروح حسابي ستجدني شاري أول مرة شرعت لايس إن واحدة بيتأكد بعدين لا والله شغال يعني ويندوز 10 شغال أوفيس شغال كل شيء تمام